خمسمائة فلسطيني سيسمح لهم العمل في إسرائيل على مدار ثلاث سنوات لكن هذه المرة ليس في مجالات العمال المعتادة ذات الأجور المنخفضة نسبيا إنما في قطاع التكنولوجيا الهايتك فالحكومة الإسرائيلية صادقت لأول مرة على خطة ستفسح المجال أمام متخصصين في مجال التقنية العالية من الأراضي الفلسطينية للعمل في شركات بإسرائيل بيؤدي إلى مكسب فلسطيني إسرائيلي مكسب فلسطيني إنه بتم تأهيل طاقات بشرية قوية لبناء عالم هايتك مستقبلي بالسلطة الفلسطينية وفي نفس الوقت في إسرائيل يتم عملية الاستفادة والتطور الجانب الإسرائيلي يقول إن هذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات من شأنها أن تقوي فرع الهايتك وتنهض بالاقتصاد الفلسطيني عامة لكن مراقبين فلسطينيين يرون أن هذه القرارات تهدف لمنع انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا وانفجار الأوضاع بالضفة الغربية مع انسداد أفق الحل السياسي بين الجانبين الآن بهذا العدد وبهذا التوقيت ضمن جملة من الإجراءات أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية بين قوسين تندرج تحت تحسين الحياة الاقتصادية للفلسطينيين على ما يبدو تحت ضغط أمريكي إسرائيل أيضا تحاول البحث عن بدائلة للسد النقص في الموارد البشرية بقطاع الهايتك قطاع يشكل نحو 40% من الصادرات الإسرائيلية بحسب خبراء ويشغل مئات الآلاف من عاملين ومهندسين وموظفين هناك أكثر من 13 ألف وظيفة تنقص وبحاجة هذه الصناعة بحاجة لهذه المهندسين ونعرف في السنوات الأخيرة أيضا أن هناك ألاف من الشركات الهايتك التي تعمل في إسرائيل وهي تشغل أكثر من 30 ألف وظيفة خارج البلاد بعض الفلسطينيين وإن كان عددهم قليلا يعملون فعلا في شركات تكنولوجيا إسرائيلية لكن بشكل فردي أما هذا القرار سيجعل هذا العمل في إطار سياسة حكومية لمئات الفلسطينيين على مدار السنوات المقبلة الخطط الإسرائيلية التجريبية لتشغيل مئات الفلسطينيين في مجال الهايتك تشتمل على أبعاد اقتصادية وسياسية أيضا بحسب مراقبين لكنها سابقة فحتى اليوم اعتمدت إسرائيل على نحو 130 ألف عامل فلسطيني فقط في مجالات البناء والزراعة والقطاعات التقليدية محمد الصياد الحرة من مدينة القدس